أولى مصر اهتماماً كبيراً لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثناثية بين تجمهات الكوميسة والساداك وشرق إفريقيا عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإحفاة الجمهورية وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها حيث أصفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسة لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022 وهي القيمة الأعلى منذ وشأن منطقة التجارة الحرة في إطار التجمه عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسة في ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسة ليصل إلى 4.3 مليار دولار وفي ذات السياق قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسة 2017-2026 والتي تهدف إلى تعميخ الإنتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقاً للميزة التنافسية للدول وأود في هذا الصدد تثمين درج وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسة التي تصدفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي ترجمة نانسي قنقر